صباح الخير جميعاً الحياة برحب بحضراتكم والنهاردة عايزين نتكلم على امتحان السنوات العامة انا كل اللي هميني كأب وكمسؤول ان ابني يذاكر ويبقى عارف المطلوب منه ايه السنة دي المختلف شوية زغارين هو الوجود اسئلة مقالية وحتكلم مع حضراتكم فيها وزيعة الصحح وايه الفايدة بتاعتها اللي عتعود على الطلاب من هذا الكلام الامتحان مثل العام الماضي بنظام الاوبنبوك اذا ادي اول حاجة الامتحان زي السنة اللي فاتت وكتاب المفاهيم او كتاب المفاهيم اللي كان الطالب بياخده معه العام الماضي هياخده تاني هذا العام عدد الاسئلة في كل مادة مثل العام الماضي ايضاً لكن عدد الدرجات المخصصة للاسئلة تختار متعدد اللي عليها واحد بقى اكتر شوي عشان ودي بتدي اريحية اكتر للطالب لو غلط في سؤال ايه بدرجة مش بدرجتين ولا بتلاتة التعريب مستمر هذا العام موضوع التعريب ان احنا المادة هتبقى بالانجليزي وجنبها باللغة الايه العربية الطالب حيتسلم كراسة اسئلة مثل العام الماضي وبابلشيت وورقة تانية منفصل بياناته على البابلشيت وبياناته على الورقة التانية منفصل البابلشيت للاجابة على الاسئلة اختيار متعدد والورقة التانية هتبقى للاجابة الاسئلة الايه اه المقالية الاسئلة المقالية نصبها خمستاشر في المية فبالتالي عدد الناس اللي 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 يلزم لتصحيحها الي يعني ما ده ما فيه حاجة بسيطة جدا تاني حاجة ان احنا هناخد سكان من الورقة دي نديها اه على الاتنين معلمين على الكمبيوتر بتاعها بس خلاص يعني مش مش التصحيح للورقة مش فيه برنامج بيصحح المقالة لا مدرس معلم هو اللي بيصحح الايه المقالة ولكن كلمة روبركس دي عاملة كده ايه اه اه نموذج الاجابة واضح بمعنى ايه لو عندي مسألة وعليها مثلا تلت درجات فبجأ اقول في اللموذج اللي يحل الخطوة اللي يقول القانون ياخد درجة اللي يعود مثلا ويعمل كذا درجة النتيجة النهائية درجة اذا لو طالب ما وصلش للحل النهائي لكن عمل خطوة او خطوطين اللي يحصل ياخد درجاتهم ده ده اللي بنقصد به كلمة روبركس انا بقولها بقى باختصار شوية او بطريقة اوضح ان الدرجة موزعة على الاجابة ان كل جزء من الاجابة عليه درجة وبالتالي الطالب لو جاوب جزء وجزء تاني ما كانش صحيح ياخد درجة عن الجزء اللي ايه اه الصحيح اللي صححه او اللي كتبوا يعني ان شاء الله حيبقى فيه نموذج اه امتحان بعد نص السنة التاني بإذن الله حنعرضوا على حضرتكم انا النهاردة حريص على ان انا اقولك اللغة العربية كم سؤال كم سؤال فيها مقالي كم سؤال فيها اختيار متعدد عليه درجة وكم سؤال من الاختيار متعدد عليهم درجتين طب المقالي حيجي في انا موضوع ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وده اللي انا حابب الناس تيجي علشان ولادنا انا كل اللي طالبوا منهم انهم يزاكرون بس دي نتبقى واضحة وشفافة مواصفات الورق الامتحانية دي اللي عاملها المركز القامل الامتحانات اللي احنا اللي الامتحان بيتخرج من البنك عليها فاحنا ايه المشكلة ان احنا نعرفها فيش فيها مشكلة خالص انا حبيت ان انا اقولها لحضرات ناخد اللغة الايه اللغة العربية عدد الاسئلة وفق الدرجات لـ 22-23 حتلاقي العمود نوع الاسئلة اختيار متعدد 85% ومقالية 15% عدد الاسئلة اللي عليها درجة واحدة 44 سؤال في الاختيار المتعدد هيبقى فيه 44 سؤال عليهم درجة واحدة السنة اللي فاتت كان العدد ده اقل كان اللي عليه درجتين اكتر فلما دخلنا المقالي خد وحيص شوية بقت الاسئلة كلها ايه اللي عددها بدرجة واحدة اكتر ودي عطية اريحية اكتر للطلاب عدد الاسئلة بدرجتين اتناشر نيجي بقى للمقالي الاسئلة بدرجتين تلت درجات الاسئلة بست درجات واحد العدد الاسئلة الكل المهم في النهاية الدرجة كام درجة كام تمانين التعليق اللي تحت ده اهم واحد بيقول ايه بقى سوف يشبه الامتحان عدد اربعة اسئلة مقالية تمثل درجاتها خمستاشر في المية من الدرجة منها سؤال التعبير بست درجات يبقى اذا معنى هذا ان الطالب هينتج موضوع تعبير وعليه كم درجة ست درجات وثلاث اسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة وسوف تتضمن اسئلة القراءة الادبية سؤالا من القصة المكررة يبقى معنى هذا ان الاسئلة هيبقى فيه سؤال على مين على القصة المكررة على الطلاب ده بالنسبة للغة الايه العربية اللغات اللغة الاجنبية الاولى موصفات بتاعتها كلها زي بعضها سواء الانجليزية او الفرنسية او الالمانية كمادة لغة اولى نوع الاسئلة اختار متعدد عدد اسئلة بدرجة واحدة اتنين وتلاتين سؤال عدد الاسئلة بدرجتين خمسة اسئلة عدد اسئلة باربعة مفيش العدد كل كزا يبقى الدرجة كلية اتنين واربعين نجي بقى للايه للمقالية عدد الاسئلة بدرجتين اتنين وعدد الاسئلة باربع درجات هيبقى واحد وفي الاخر تمانية التوتا اللي يبقى عندي كام خمسين درجة وهو فعلا اللغة الانجليزية او اللغة الاجنبية الاولى من خمسين ايه من خمسين درجة تعالوا بقى نقرأ الكلام اللي تحت الجدول ده اللي هو بيوزع للمقالي عشان الطلبة تبقى عارفة هذا الكلام تجتمل عدد اتنين سؤال مقالي لكل سؤال درجتين تقريص هذه الاسئلة درجة الطالب للقصة المكررة باسئلة تقريص المستويات العليا للتفكير احنا المواصفة في حيث المستويات العليا للتفكير زي العام الماضي تماما في شفاء اي اختلاف نفس المواصفة بالضبط الحاجة الوحيدة اللي فيها اختلاف هو ان في خمستاشر في المية اسئلة مقالية علشان موضوعات التعبير اللي انتم شفتوها والحاجات اللي لازم الطالب ينتج فيها الايه اه الاجابة والتعبير عن رأي الطالب بالاضافة الى سؤال للتعبير اربع درجات حيث يكتب الطالب مقال او رسالة بريد الكتروني ايميل يتراوح ما بين 150 الى 250 كلمة وذلك وفقا لطبيعة الايه المادة ومحتوى كل لغة ويكون اختيار الموضوع من الاحداث الايه الجارية او الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها وتمتاز بعدم التحيز لاي فئة او نوع او ديانة يعني انت بتحط هذا الموضوع يبقى مالوش علاقة بهذا الكلام اما من اسئلة الترجمة فسوف تكون ضمن الاسئلة الموضعية يبقى الطالب هنا مش هيجيله ترجم هتبقى جول ايه حيسألك يولك كلمة كذا معناها والف بق جيم دال ندخل ثالثا بقى اللغات الاجنبية التانية اللي هي انجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية والصينية اختيار من متعدد عدد الاسئلة اللي علي درجة واحدة 28 عدد الاسئلة بدرجتين 3 نجي للمقال عدد الاسئلة بدرجتين 3 درجات 2 المجموعة في النهاية هيبقى كام 40 درجة نقرأ بقى الكلام المهم اللي تحت تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل من هما 3 درجات الاجمال 6 درجات وهي كالتالي سؤال انتاج كتابة يكتب الطالب من 25 ل30 كلمة في اطار الموضوع المطلوب مستخدما عناصر المعطاة في السؤال سؤال ارسالة بريد الكتروني ايميل يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال هذا في كل مواد اللغة الثانية معدى اللغة الانجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80% ويقوم الطالب بالاجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص المواد العلمية عندنا الفيزياء والكيميا والاحياء والجيولوجيا عدد الاسئلة بدرجة واحدة 40 سؤال عدد الاسئلة بدرجتين 6 عدد الاسئلة بدرجتين في المقالة 4 العدد الكل يصبح في النهاية 60 درجة وهي فعلا المادة من 60 درجة هنا بقى ما حددناش المقالة فيه لا ندي مواد علمية ممكن نجيلك عادي هو اللي بيضع الامتحان له اريحية في ذلك بس انا برضو بأكد هو في الاسئلة المقالية بنضع ما يسمى نموذج الاجابة محدد وواضح وجميع البدائل المحتملة في الاجابة تبقى موجودة ويموزع على الدرجات على الاجابة بحيث ان الطالب لو عمل جزء من الاجابة وجزء الثاني غلط ياخد درجة على هذا الجزء الموضوع المقالي ليس وجهات نظر ده هو بيئيس علم يعني نموذج اجابة عن نموذج اجابة ولكن كل البدائل المتوقعة في نموذج الاجابة موجودة وبالتالي يبقى هنا ايه 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 اه ده كده المواد نخش المواد الادمية التاريخ الجغرافيا علم النفس الاجتماع والفلسفة طبع المادة من 60 برضو زيان 40 سؤال بدرجة واحدة عدل الاسئلة بدرجتين 6 يبقى 46 يبقى الدرجة 52 نجي على المقالي هنلاقي عدل الاسئلة بدرجتين 4 وبالتالي يبقى ادي عدد كل 4 درجات في النهاية لما جمع توتل رأس وقفق يطلع لكام 60 درجة لأول مرة ننشر هذا الموضوع انا انا شايفه حق للناس كل واحد يبقى عارف امتحانه شكله ايه في ايه جاي ازاي انا وجبي بقى روح ذاكر انا عايز الطالب بتاع السنوات العامة يعني خلق ميبقاش له حاجة مستنيها غير انه يكتهد ويبذل جهد احنا حرصين عليه تكافؤ الفرص حرصين عليه موضوع الغش هنكافحه ويعني هيبقى صعب يعني قوي جدا التدقيق والتصحيح الحمد لله دقيق وبنصحح المقالة من اتنين معلمين بيصححه ولو فيه تفاوت فيهم بنرجع الواحد ايه تالت اذا مش بيراجع على زميله ده بياخد الورقة من جديد كأنه بيصححها من اول ايه وجديد ورقة تانية خان وبالتالي هنا يبقى فيه ايه ثبات التصحيح او ضكة نخش على الرياضيات الاختيار من متعدد عادة الاسئلة بدرجة واحدة حداشر عادة الاسئلة بدرجتين سبعة اسئلة المقالية عادة اسئلة بدرجتين واحد عادة اسئلة بتلت درجات واحد يبقى التوتل في الاخر تلتين درجة لان ده فرع من فروع الرياضيات ومدته ساعتين وهم كل الفروع بنفس الايه بنفس الطيب انا الحقيقة حبيت بس اتكلم مع قدراتكم ونقول الدنيا شكلها ايه على نص السنة التانية بس الدراسة التانية بإذن الله يبقى عندنا نموذج ابتحان حنتيحه فيش مشكلة خالص وبالتالي يبقى الطالب عارف هو مطلوب منه ايه ويذاكر ايه زي ما انا وعدت كده هنبدأ الدراسة والدنيا واضحة ومحددة انا مش عايزه مش عايزه مش عارف حقا لا انت مطلوب منك ايه واحنا كمان مع الدكتور اكرم هو ممكن ندي نواتج التعلم للسادة المستشارين يدوها ايضا لمين للموجهين وتبقى موجودة متاحة كذلك الروابط الالكترونية المرتبطة ببعض الموضوعات برضو ممكن نتيحها على موقع الوزارة بإذن الله انا بشكر حضراتكو جدا وكل بقول لولادي تأكدوا ان احنا حرصين على مصلحتكو ابناء الطلوب احنا حرصين على مصلحتكو وان شاء الله يبقى فيه سنوية عامة متزنة هادئة وكل واحد ياخد فرصته اللي انا بأكد عليه مرة تانية الامتحان ما فيش فيه اختلاف كتير عن العام الماضي غير وجود جزء من اسئلة المقالية فقط ما اكد تاني بنظام الاوبنبوك هياخد الاوبنبوك التعريب موجود ده كلها الامور مثل العام الماضي تحديدا باذن الله مرة تانية شكرا جزيلا